موسيقى مساء الخير النهاردة هنعمل مع بعض صنية السمك بالرز المقادير كباية رز مخصول ومتصفي حوالي معلقتين أو ثلاثة زيت درة معلقتين كبار عصير لمون ربع كباية عصير طماطم بصلاية كبيرة متقطعة ربع معلقة بابريكا ربع معلقة فلفل اسود ربع معلقة توم بودر نص معلقة ملح ربع معلقة كامون وربع معلقة كوزبارة ونشفة ورشة شطة ده حسب الرغبة معلقتين كبار دقيق أما بالنسبة للسمك السمك هنا أنا مستعمله حوالي كيلو لربع السمك اللي أنا مستعملهه هنا السمك السرديني صغير أنا ممكن كمان استعمل السمك الأنشوفي أو ممكن استعمل سمك المكارونة نظفت القشرة بتاعتها وفتحتها نصين شلت منها الشوكة والشوك اللي حواليها وكده هتبقى جاهزة لإستعمال غسلته كويس جدا وحطيته على ورق من المطبخ عشان يصفي كل المياه بتاعته هنشوف هنعملها ازاي مع معلقة أول حاجة هنعملها ان احنا هنتابل السمك هحط كل كمية الكمون نص كمية الفلفل اسود كل كمية التوم بودر نص كمية البابريكا كل كمية كوزبارة نص كمية الملح ورشة شطة طبعا دي حسب الرغبة وأصير اللمون هقلبها كويس جدا ودلوقتي هحط السمك في التلبيلة وهبتدي أقلب السمك في التلبيلة وبشوش جدا عشان السمك ما يتريش معي في حالة صغيرة على البتجاز هحط معلقة كبيرة من الزيت أول ما زيت يسخن هحط على طول البصلة المتقطعة رشة مل ورشة فلفل اسود واسيب البصلة لما تدبل هحط على طول عصير الطماطم وكوباية مية سخنة تغلي دلوقتي هحط بقية الملح والفلفل اسود بقية البابريكا أول ما السوس يبتدي يغلي هضيف على طول الروس أول ما السوس يبتدي يغلي هغطي عليه ووتيه على الآخر خالص واسيبه لغاية لما يتشرب مش هسوي الرز أنا بس هخليه لما يشرب المية بتاعك وبعد كده هستوي مع السمك في الفرق هحط نص معلقة زيت ودهني كويس جدا دلوقتي هبتدي أرصص السمك الأول هاخد السمكية كده إحنا فتحنها مع بعض زي ما احنا شايفين هاخد الضهر بتاعها وأحطه في الدقيق هبتدي دلوقتي أرصصه في الصينية الأول من تحت كده خلاص مالية الدهر بتاع الصينية هبتدي دلوقتي أحطه من الجناب كده خلاص بطنت الصينية بالسمك هحط جواه الرز هاخد نص السمك اللي أنا حطاها وأرجحها للشكل ده وهاخد بقية السمك أغطي بيه بقية الليصانية وده الشكله قبل ما احطه في الفورن زي ما احنا شايفين بيبقى شكله جميل جدا بس هحط دلوقتي على الوش تقريبا معلقة من الزيت هحطه دلوقتي في فورن البوتوجاز على درجة حرارة 350 وهيقعد تقريب من 25 دقيقة ل 30 دقيقة ولما يطلع هنرجع نشوف وهيبقى شكله ازاي كده شكلة السمك بالرز بعد ما طلع من الفورن قعد تقريبا 35 دقيقة وزي ما انتوا شايفين بيطلع جميل جدا جدا والرز بياخد من طعم السمك وبيبقى طعمه جميل جدا ان شاء الله الطريقة تعجبكم مجربوه إلى اللقاء موسيقى